وليد شرابي اللي هو بتاع حركة القضاء من كم يوم مرزوع في قضية تهريب أثار وفيه خناقة بينهم ومن بعض من الحرامي على فكرة موضوع الحرامي ده بقى بينهم غريب جدا طبعا انتو عارفين المعارضة والنضال دي وبتاع بيخش فيها فلوس والفلوس كتير وبعدين بتبقى فيه خناقة بقى انتخدت أكتر واحنا مكلناش انتو عارفين طبعا الشرق ومأملين وكل الكلام ده كان فيه خناقات كتيرة وقفوا فاتح احتجاجية وقال لك اصلا ايمن خد الفلوس ومدناش منها حتة ولاا ده معتز بقى با دكتر لا ده مش عارف مي الكلام اللي حدقك وشفته بس ده كله ده مش مهم الراجل اليومين اللي فاتوا دول وليد شرابي قال لك السويس بعد الماتش اعلنت الحرب السويس لو كمنت كده اسبوع مش هتخلع السيسي بس دول حيحرروا القدس ده من يومين الكلام ده كتب برضو زباط وأفراد الشرطة وصلوا الى حد من الارهاق الشديد الان انا اتحداكم حد شاف يعني قليلما شفنا الشرطة يعني كانوا موجودين بس اصد لمحات مش بقى الطريقة بتاعت الزمان جحافل الامن المركزي اللي بتنزل زي فيلم الارهاب والكباب دي الاستراتيجية دي في الشرطة انتهت ها ها ده خلص ده ده الموضوع ده خلص فيه كاميرات وفيه الهوفر وفيه حاجات كتيرة جديدة معمولة عندهم ومحمد بيف اسم الهرم مغير التكنيك خالص مهم لم يغادر عمله منذ عدة ايام وكل الراحات والاجازات ممنوعة على مستوى كل الادارات ومدريات الامن طبعا الفضل ليكوا دلوقتي الناس مستريحة وسعيدة ومبسوطة وكل حاجة وبعدين فيديو تاني او تويته تاني بلهم اقوى سلاح الان لنيار المنظومة هو استنزاف جهد وطاقة الزباط والجنود باستمرار وتحديد اوقات سريعة ومتكررة للتظاهر باستمرار شدي حيلك يا بلد الحرية بتتولد وقعت طبعا برا شدي حيلك يا بلد ما جادش طب من ينزل نجيب واحد شاور ما جادش نشوف بقى بدلة حلوة نازلة مش عارف فين ما جادش قديرنا بنتفرج على فيلم او بتاعه كل الناس دي مصروف عليها انا عايز اواري حضراتكم فيديو ليه في عهد الرئيس مرسي وهو بيتكلم عن رأيه في الدولة فيديو بتاعه رأيه في الدولة واحنا نعمل ايه عشان الدولة ده هنا هو بيقول لك ايه ان الشرطة ما تنزلش والشرطة ما تقبضش كده يعني طب عايزين نعرف نظرية وليد شرابي عن الدولة يعني احنا ممكن نعمل ايه عشان ندافع عن الدولة طبعا ده وقتها كانت دولة محمد مرسي انما دلوقتي مش دولته فيبقى كلام تاني خالص نتفرج لو كنت في القصر الرئاسي هتقول لرئيس ايه في كلمة احدا لو كنت مستشار الرئيس اه ولو كنت الرئيس لا 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 خلينا لو كنت الرئيس لو كنت الرئيس اه لابد ان احمي مؤسس رئاسة بكل قوة ليس حماية لمنصبه ولكن حماية للدولة التي ترعانا جميعا باستخدام كل الادوات باستخدام كل الادوات مهما كلب ذلك مهما كلب الناس حتى لوصلت الى ضرب المتظاهرين حتى لوصلت الى اراق الدماء 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 اه سيد المستشار الجليل انا لست معك في هذا لان دماء المصريين انا اظن ان دماء المصريين اغلى من مؤسسة الرئاسة بل ربما تكون أغلى من الرئيس نفسه الدولة لا 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 أحسنت الدولة المصرية هي التي ترعانا جميعا فإذا خرج مننا من يهين هذه الدولة ومن يعتدي على مؤسساتها فلا حرمة إذا كنا من نتحدث عن إهانة الدولة المصرية والحط من قدرها والحط من سلطتها هؤلاء يعتبروا خارجين على القانون بموجب القانون إذا يعاملوا بالطريقة التي يستحقونها هذا رأيك أحترمه أقدره وأشكر حضرتك أن أنت شرفتنا إنما أنا لست مع هذا ده رجل قاضي ده بتاع القانون قالك حتى لو بالدماء وأي حد يهين الدولة سمع وليد يا وليد أي حد يهين الدولة ولا رئيس الدولة ده هو رأيه هو طب يا وليد نسمع كلامك والنبي نسمعه تاني وأنا بحيي الإعلامي الكبير أستاذ سيد علي يعني فيه ناس فيه مواقف كده تاريخية بتحصل تفضل فكرهم سيد علي ده من مواقف الجميلة بتاعته يعني هو ناس كتير فيه ناس كتير في الإعلام عامل مواقفة ممكن نسمعه تاني عشان تفهم هو النهاردة هو بيقول لهم إيه يعني أنا لو في عهد السيد وليد شرابي كنت قلت ارهقوا الشرطة اعملوا يقول لك لا حتى لو بإراقة الدماء الدولة محدش يهينها الدولة محدش يقرب لها إنما دلوقتي ينفع تهينها وتقرب لها وتولع فيها وتفرد وتفرد في أراضيها وتمشي وتقلع فيها كل الحوادد دي نسمع تاني لو كنت الرئيس لو كنت الرئيس لابد أن أحمي مؤسسة الرئاسة بكل قوة ليس حماية لمنصبه ولكن حماية للدولة التي ترعانا جميعا باستخدام كل الأدوات باستخدام كل الأدوات مهما كلف ذلك مهما كلف الناس حتى لوصلت إلى ضرب المتظاهرين حتى لوصلت إلى إراقة الدماء حتى إليها زوصلت 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 إلى إراقة الدماء يعني طبعا حضراتكو إحنا لوصلنا للمرحلة دي ولا بننادي بيها إنما أنا عايزة أوريكو الجرم الفحش الفجر وقال له وقال له ده قاضي يعني مش جايبك بقى مثلا مع القياد صف وحجازي ولا جايب لك مثلا الزمر ولا جايب لك ماجد عبد الحق ولا عاصم عبد الماجد ولا الأسدزة بتوع الدم الكبار دول ده أنا جايب لك آه دي بتاع قانون قال لك وإهانت الدولة واللي يقرب للدولة واللي يدوس على الدولة إنما دلوقتي هو طبعا عشان بره الدولة بقى داي ينفع الكلام ده والكلام ده لازم ونهاجم الشرطة ونهاجم الجيش ونجيب عليها واطين كذبين نصبين ضلالية ولاد كذابة ولاد ستين كذابة وعيوكو وعيوكو هو اللي وقف حائط صد واضح هم عايزين إيه هو اللي عايزك لا تأكل ولا تشرب ولا تعيش ولا حاجة هو عايز يحكم هو عايز يجيبها على طبق ويوديها لأردوغان ويقول له أعطا يا باش الحلاوة بقى يروح لسيده يتيم المجد يقول له أعناها يا باش الخاونة اللي شغالين في قناة الجزيرة وأعناها زيل بس ما حصل ما نفعش وتعرضت مصر لأكبر هجمة إعلامية منذ سنوات المهم ببعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر